اشتركوا في القناة كل مشاهدين في كل مكان كل من يصلوا بثنا بث قناة الشروق صباح الشروق اليوم نتمنى نكون موفقين لما نقدم لكم من خلال هذه الحلقة والفقرات اللي اخترناها لكم والضيفين اللي حيكونوا معي خلال هذه الحلقة وحيي الناس في كل مكان قلت الرموت نبدأ مشوارنا مع بعض في صباح الشروق ونا مباشرة عشان ندي للحوار اكبر فترة ممكنة في هذه الحلقة لهمية الموضوع خلونا نرحب بضيفي الاول في اول فقرات صباح الشروق الاستاذ محيدي شجر ومدير تحرير صحيفة الصيحة والمشرف العام للموقع الالتروني لصحيفة الصيحة صباحا خير عليك صباحا النور ومرحباكم في صباح الشروق اتمنى انه يعني نقدم اضافة للبرنامج نعم وموضوع طبعا وانا مادر اقول مسرر جدا لكنه فترة طويلة جدا الناس بتداولوه وبتناقشو فيه لاهميته لاخطورته في نفس الوقت اللي هو الصحافة الالكترونية وقبل ما نخش لمضابط الحوار الاساسية كده نعرف صحافة الالكترونية يعني نسفح منا فيسبوك نسفح منا واتساب نسفح منا تويتر شنو يعني صحافة الالكترونية طيب انا در اقول يعني انه الصحافة هي الصحافة يعني الصحافة هي مهنة عند اسس وعند شروط عند اركان اه قد تكون صحافة القوالب تختلف يعني الصحافة ورغية او صحافة في وسائل الابتصال الحديثة اه هي ما يسمى بالصحافة الالكترونية ولكن الاسس واحدة في الصحافة ولكن ما ينشر حاليا في كثير من الوصائت مثلا الواتساب او الفيس او التويتر كده انا لا اعتقد انها هي صحافة لقدر ما هي هي منشورات لا تخضع لشروط الصحافة وفي غالبها يعني تفتقد الى المصداقية لانه ما يميز الصحافة انها عندها شروط انها مصدر محتمد وعندها يعني تستند الى حقيقة معينة رغمينه مرات بتلقى في المستوى الاسافير بشكل عام بتلقى المعلومة وبتلقى الخبر وبتلقى التحليل والله اذا في خبر استند الى مصدر مصدر صحيح وانطبقت على شروط الصحافة يمكن ان تسمى صحافة يعني يمكن ان نقول عليه خبر يعني او ممكن نقول ده تغرير او ممكن نقول ده حوار ممكن يسمى يعني مسمياته الصحيح ولكن في الغالب هي يعني واحد يكون قاعد في بيته ومتكي وراقل وينشر له اي مادة يعني اي كلام يعني ممكن ينتقد شخصه او يهاجب شخصه ويشتم حتى شخص يعني اعتقد انها هي صحافة طيب ممكن نقول ازا بجازلية التعبير يعني الصحافة الكلاسيكية ماشا ليه زوال؟ اه في السودان حتى الان يمكن ان تستمر بعض الوقت في السودان يعني اه للمظروف الظروف الظروف الاتصال ذات في السودان الآن اصبحت متدهولة جدا نعم الصحافة الوراقية لا زالت هي تتميز بالمصداقية ده ما يخلاه أنها ممكن تستمر أكثر وأكثر حتى الآن لم تستطع الصحافة الإلكترونية أن تنافس الصحافة الورقية من حيث مصداقيتها نعم يعني ده ما خلاها تديها فترة أكثر أنها تستمر برغم أن الصحافة الورقية في العالم ممكن اندسرت في دول معظم الصحفة الورقية توقفت على الصدور ولجأ الناس إلى الصحافة الإلكترونية ولكن وفق شروط الصحافة الورقية مش ده شروط الصحافة نفسها يعني نعم بشتحولت لنابقة الإلكترونية يعني تغير الغالب إلى إلكتروني هل الصحافين بشكل عام في السودان مستشعرين هذا الخطر أو مستشعرين بهمية الصحافة الإلكترونية؟ والله يعني يمكن الصحافين مستشعرين يعني يعني يمكن الصحافة الورقية لا تستوعب أكثر من 10% من حجم الصحافة في السودان يعني معظم الصحافين الآن تحولوا إلى الصحافة الإلكترونية ويمكن بيخلوهم أنه هم فعلا استشعروا أن الصحافة الورقية لجوال يعني أنشئت عشرات المواقع الإلكترونية الآن في السودان ممكن مئات ممكن مئات للمواقع الإلكترونية في السودان أصبحت تنتشر للرغم أنه يعني المواقع الإلكترونية أيضا يعني تعاني من مشكلات كبيرة أحيانا فيه اتهام بأنه الصحافة الورقية تعتمد أحيانا على الصحافة الإلكترونية وما ينشر في الأسافير بشكل عام وتلقاوا بكل خبر في الجريدة يعني والله أنا أعتقد أنه العكس أنه المواقع الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية هي التي تحتمد على الصحافة الورقية يعني لو تتبعنا المواقع الإلكترونية بنجد أنه معظم أخبار هي منغولة من الصحافة الورقية لأن الصحافة الورقية بتخدم الخبر وبتخدم الحوار وبيكون في شغل مهن حقيقي ينشر في الصحافة الورقية ٌالي Dude المواقع الإلكترونية هي التي بها جميلة شرسة جدا على ما ينشر في الصحافة الورقية تنشرها في المواقع الإلكترونية يعني يمكن هي بتجد حظها من النشر والقراءة أكثر في المواقع الإلكترونية أكثر منها في الصحفة الورقية التي أصبحت انتشارها ضعيفة نتيجة الأسباب كثيرة جدا وإقتناء الصحافات أصبحتها مكلفة في نسبة للسودانيين ويقع أن أصبحتها مرتفعة سعرها مرتفع ويعني ما أبتصل يعني أنا أقول دائما أن الصحافة الورقية لا تصل إلى أكثر من 5% من عدد السكان السودانيين مشاكل كبيرة في التوزيع ومشاكل في الطباعة ومشاكل كثيرة تعاني منها الصحافة الورقية ممكن نقول أي زول عنده موبايل هو صحفي؟ في كلام بتقال زي ده باحتبار أنه أنت عندك قدرة تصور عندك قدرة تكتب على الصورة وتبسة يعني هل نحتمل هذا صحفي؟ والله يشوف في الصحافة أنا دائما بقول الصحافة هي موهبة يعني إذا هنالك الشخص عنده موهبة فيه أنه هو يعرف أنه ذا ممكن يكون خبر نعم ويعرف أنه يصور ويعرف أنه هو ينشر الخبر وفق الأسس الصحيحة ممكن يكون الصحفي يعني أنا دائما بقول لتلاميذ الإعلام يعني أن الصحافة دي موهبة زيها وزي الكورة وزيها زي الغنى وزيها زي المواهبة الأخرى ولكن إذا في ناس الآن هما بينشروا بيصوروا وبينشروا أي كلام يعني يعني ما بيكون وفق الأسس الصحيحة يعني نعم ولازم نفرق بين من يملك الموهبة ومن لا يملك يعني نعم لكن برضو نحنا لا ننكر أنه في أوقات الصحافة الإلكترونية كانت مهمة جدا في نقل بعض الأحداث يعني باحتبار أنه زي ما قلت أنت ظروف الجرائد ذاتها عشان يكون عندك محررين بالكم الكافي أنه يسألوا محل الخبر ويسألوا محل الحدث فيها مشكلة مرات مشكلة ترحيل مشكلة ما فيه كادر فبكون في زول قاعدة موقع الحدث ده ممكن يتم الاستفادة منه يعني طبعا 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 هي هي دي دي يعني ميزات الصحافة الإلكترونية أنت يعني بتنقلك للخبر في لحظته يعني بالصورة بخبر يعني يعني أنا دائما أقول أن الصحافة الورقية الإلكترونية في تقديري أنا أنها هي ما شرط تلتزم بالأسس بتاعة الصحافة الورقية لكن ممكن تنقل الحدث حدث وفاء حدث حركة في لحظته وتوصله لأكبر كمية من الناس في سواني يعني في كل العالم صحيح ما زال معي الأستاذ محيد دين شجر مدير تحرير صحيفة الصيحة ولسه نحن في نتكلم عن الصحافة الورقية عشان بعد ذلك ننتقل تاني للصحافة الإلكترونية والخبر ما أدراك ما الخبر يعني مثلا في زول يقول لك يا أخي أنا الخبر ده البقرة وأسه هو خبر أمس يعني ماذا ما خبر الليل أنا ما بكون عارفه عندي عنه معلومة يعني كافي جدا فهل في داعي انه تاني بكرة أنا ألقاه فكيف ممكن تواكل الصحافة هذا هذا الموضوع يعني 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 يفترض انه الصحافة الورقية فعلا انه هي تحاول تنشر مع بعض الخبر يعني يعني الخبر ده العالم كله سمع به وبالتالي كونك تنشر نفس الخبر تاني يوم نعم بيكون غير مجدي فيفترض يكون في تحليل الخبر نعم يكون في قراءة للخبر ممكن تعمل في الخبر ممكن تعمل الحاول واستطلاعات ده ده من جارب لكن دائما الصحافة الورقية هي قابتصل لأشخاص بعيدين من الصحافة الورقية يعني يمكن الآن من يقرأ الصحافة الورقية هم يمكن كبار السين نعم المعاشيين صحيح فبالتالي بالنسبة لهم يعتبر خبر جديد فالناس لازم توازن ما بين الشباب العايز معلومة ما بعد الخبر وبينها كبار السين وكذا نعم وانا اعتقد ايضا انه يمكن الصحافة الورقية بعيدة جدا من الشباب يعني الشباب لا يقرؤون الصحافة انا ممكن لم اجد شابا واحدا يقرأ صحافة او يشتري صحيفة من المكتب كما كان يحدث في السابق يعني يعني قديما يمكن لانه كان الصحيفة الورقية هي المصدر الوحيد للاخبار صحيح الناس كلها بتشتريها وكذا لكن الان بعض الشباب بيستقوى اخباره من الوصائط الحديثة من السوشيال فهي المسألة ده نتوازن يعني صحيح صحيح زمان في ناس بيقول لك يا خنا كميش مميت ريحت الورق ده ما ما بيمفعلها شو بريحت الجريدة زاتا يعني الآن بيقول لك ان الصحيفة انت بتقرأ الجريدة وتكون بستلقي او قاعد في كرسي وكذا وتقراها بعد الغدب يا مزاج عندها عندها طقوس طبعا عندها طقوس خاصة صحيح صحيح بالاضافة للصحفة الرياضية يعني برضو عندها وقع على الجنفور الرياضي بشكل عام يعني الصحافة الرياضية يمكن الان هي منتشرة يمكن اكثر من الصحافة السياسية لانه يمكن الشخص بيحضر الكورة في الاستاذ نعم وبيجي تاني يوم بيشتري الجريدة مهم صحيح بيجي وشوفه بكون شافة يعني نعم بيجي بيشتري الجريدة وشوف والله يا اقل الكورة حصل كده والمرير وذلك كلام ما قلناه قوله شوية تحليل ما بعد الحدث نعم تحليل ما بعد المباراة نعم ايه انه حصل شنو ايه التصريحات ايه بشوف كنت عباللامي لقاله شنو على الكورة وكده نعم بس الصحافة الورغية في السودان يعني لسه يعني نعم بكتير يعني ممكن تستمر نعم انتشرت ايزاعات الاف ام بشكل مرعب يعني في الفترة الاخيرة ما عارف هل ممكن تتوظف بشكل افضل من الحاصلة بيه والان ترايك والله يا اخي انا بشوف انه اللزاعة عندها يعني عندها فرصة انها تستمر نعم خاصة في الريف مم على الريف السوداني نعم لكن انا معتقد انه اللزاعة في الحواصم او في المدن مم ممكن تنجح يعني نعم هذا في تقدير جاعة الايف ام المل هو الموجة القصيرة دي بالتحديد الموجة القصيرة يعني يعني ممكن هي ذات قامت كده زيها وزيينة قدرت تفتح بغالة ده يفتح بغالة نعم ده فتح لها صيدلية تفتح صيدلية يعني اقامت بنفس الفهم صحي لانها هي يمكن انشاءة ساهل جدا نعم مغارنة بالقنوات الفضائية نعم لكن برضو دارة مشهود ودارة الناس تبتكر محتوى جديد صحي تحاول تجتير فان اي تقدر حظها والفترة الجاية يعني او وش الفترة الجاية هو فعليا الساب حاصل يعني انه اغلب الاف ام او اغلب زعات الاف ام اه بيقى تتحول لصورة وصوت اللي هو الاستوديو الناس تكون قاعدة بيقيت تتشوف ازاعة مرطية يعني اصي اغلب الازاعات متجهة لانه تكون قاعدة في السوشال ميديا صورة صورة وصوت يعني ولي تبقى تلفزيون مصغر في اليوتيوب يعني قاسد في اليوتيوب تحديدا اصبحت او في موقعيقة اي ازاعة يعني اصبحت قناة يعني يعني هي تحولت من ازاعة الى قناة يعني في الفيسبوك برضو عندها تشعر وبقاعدين لايف اصبحت هي تحولت من ازاعة الى قنوات يوتيوب والعالم ايضا تحول برضو الى قنوات اليوتيوب وصحيح حققت نجاحات كبيرة صحيح وزي ما قلت اغلب الناس اتجهوا لليوتيوب وتقديم المحتوى يعني رغم انه ما كل المحتوى بنقدر نقوى عليه محتوى يعني نعم طبعا تعالف انت قناة اليوتيوب الصورة بالذات الصورة الفيديو اكثر مصداقية نعم الناس بتلجأ لليوتيوب لانه انت بتشوف الحاجة قدامك اه يعني ما بتقراها ولا بتسمعها لكن بتشوفها وبعد ذاك انت بتحكم عليها يعني ما بتحتاج الى طوضيح اكتر فالمستقبل لغنوات اليوتيوب بصورة اكبر ممكن اكبر من الغنوات الفضائية نفسها نعم نجل الاعلان طبعا ده مربط الفرص لاستمرار اي صحيفة او لاستمرار اي مؤسسة اعلامية يعني اللي بتحتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الاعلان البيجيها يعني صحيح يعني يمكن الصحفة الورغية بتحتمد على الاعلان بصورة بنسبة كبيرة جدا في صحفة مقفلت بمناسبة طبعا في صحفة كثيرة بتوقفة على الصدور ولكن الصحفة المستمرة الان هي محتمدة على الاعلان ما محتمدة على التوزيع نعم ما في توزيع يعني يمكن حتى المضبوع قل جدا يعني يمكن اه في السودان الان تزعى صحف سياسية لكن المضبوع لا يتجاوز اه تمانين الف نعم او سبعين الف مهم. كل المضبوع نعم. يعني في السابق انا الصحيفة واحدة يمكن تطبع مئة الف مئة وعشرين الف. الان كل المضبوع للصحف دي لا يتجاوز تمانين الف نسخة يعني. بالتالي ما في ما في توزيع ما في عايد من البيع تعتمد على الاعلان والاعلان طبعا يتحكم يصبح هو المتحكم في الصحف يعني بصورة غير مباسة. صحيح. وفي موضوع الاعلان ده يعني انا ممكن نقدر نقول اذا انا معلن عندك في صحيفتك بالضرورة ما عندك سكة تنتقدني على الاطلاق يعني. لانه ده فعليك قروش في النهاية. والله طبعا ملاك الصحيف في النهاية هم ودارين الربح. يعني الصحيفة انت اسستها دار منها الربح. وبالتالي ازا كان ده بجي في لك اعلان بتجي بتوجيهات في انه لا يمكن تنتقيد يعني دمع. لكن هزا يخالف المهنية المحافية طبعا. صحيح. صحيح بيبقى 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 ده كلام ما مهني لكن ما فيه ما فيه. المعادل الذي ممكن تصرف معه كيف الناس. والله هو حتى حتى الا السريكات اللي كانت في السابق بتفرض سروطة يعني زمان كانت شركات الاقتصالات. مم. بتحدث سعر الاعلان هي. نعم. انا بدكم الاعلان ده بكذا. طيب. وانت تقبل. مم. حتى الان لزروف الاقتصادية السيئة. حتى الان قلت الاعلان بتاع الصحف الاقتصالة يعني سيركات الاقتصالات في الصحف يعني يعني الزمان كان سوداني زين ام تي ان كان اعلانات مكسفة. صحيح. كان فيه كده كان بييفرضوا سعيرهم. اه ما ممكن تنتقضهم. مم. كان الا صنف تستجيب لانه هي بلتلك في النهاية دائرة دائرة المكسب يعني. بالضبط. لا تضحي بها ممكن تضحي بالغارق. مم. ولكن لا تضحي بالمعلن. بالضبط. لانه في كلام بيتقال بعض القنوات الفضائية تحديدا اعتبرنا انه هجزوا من الصحاب بشكل عام. اه الاعلان هو المتحكم فيها يعني. بغض النظر عن محتوى الاعلان ذاته وشكله. صحيح. لانه اولا التكلفة العالية للقنوات الفضائية. صحيح. التكلفة عالية تحتاج لها مبالغ مالية ضخمة جدا لاجور ويعني ضيمة القمر السحري. وذي مسائل ضخمة جدا. نعم. وفي المقابل الاعلان ذاته ضعيف. مم. فبالتالي ازا كان فيه جهة بتعليلك بالسمرار وطفر الشروبه لا عليك الا ان تستجيب يعني. تخضع ما فيه. تخضع. ايه. استاذنا محدي شكرا لك يا اخي. تسلم. انا انا شكر لك جدا بانك كنت معنا الليلة. تسلم. في صباح الشروق على كل هذه المعلومات الضافية. فيما يخص صحافة الالكترونية والموضوع طبعا اه اكبر من من انه نتكلم فيه في خمسة واربعين دقيقة او نصف ساعة يعني. لانه العالم كله عسه بتكلم عن موت الجريدة وموت الكتاب وموت ما هو مطبوع وموت ما هو مقروء تحديدا على مستوى الورق. الناس ماشية للالكترونية. اشكر للمرة تعني يا رو. انا اسلكم على هذه السالحة وازمنا نكون قدمنا حاجة يعني للمساهد الكتاب. تسلم. تسلم.